موسيقى اهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج اخر طبع اللقاء السعودي الروسي يتصدر عنوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم السفير اللبنانية عنوانت عودة السعودية الى البوابة الروسية متسائلة لماذا فيما ركزت صحيفتها الحياة وشرق الاوسط على الاتفاق الروسي السعودي بالعودة الى جنيف واحد كمرجعية لحل الازمة السورية المفاوضات حول الملف النووي الايراني ايضا اهتمت بها الصحافة لهذا اليوم صحيفة اللوموند الفرنسية اجرت مقابلة مع علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني الافتة ايضا في بعض الصحف اليوم تقارير عدة تحدثت عن تسوية العلاقة بين مصر وقطر ابرز هذه التقارير ما جاء في صحيفة الاخبار اللبنانية بعنوان السعودية تمون على مصر لصلح مع قطر والسيسي يستقبل تميم قبل القمة العربية الافتة ايضا تقرير اخر يحمل عنوان هل ترعى الجزائر مصالحة تركية خليجية ومماصير الاخوان المسلمين ومشروعهم في هذه الحالة حقيقة المصالحة بين مصر وقطر وانعكاسها على جماعة الاخوان المسلمين بالاضافة الى علاقة مصر بتركيا وغيرها من الموضوعات المتعلقة باشاء المصري سنناقشها مع عميد المعهد الدولي للأعلام والكاتب في صحيفة الحياة دكتور محمد شومان اهلا بك دكتور محمد اهلا بك دكتور يعني لا يمكن ان نتجاوز هذا الخبر الذي ربما تناولت اغلب الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم وهو اللقاء الروسي السعودي من اي زاوية يمكن قراءة هذا اللقاء؟ يعني هذا اللقاء مهم ويمكن قراءته من عدة زوايا الزاوية الاولى من وجهة نظري وكما رشحت بعض الاخبار والمعلومات الزاوية الاولى تتعلق بالتنصيق السعودي الروسي فيما يتعلق بمواجهة الارهاب والتطرف والجماعات التكفيرية وهنا وهذه نقطة وهذا ملف مهم لكل البلدين الملف الثاني اعتقد انه يتعلق بالشأن السوري وهذا الملف السوري يتقاطع ايضا مع النقطة الاولى الخاصة بالجهود السعودية الرامية لمحاربة الارهاب هناك كثير من التكفيريين يخرجون من المملكة وينخرطون في الجماعات التكفيرية سواء في سوريا او في وسط اسيا ايضا هناك ملف ثالث يعني مهم وهو الملف الايراني النووي والآن هناك كما نعلم مفاوضات ومباحثات في جنيف بين ايران والدول الستة تبقى نقطة رابعة ربما لم تتطرق الها التقارير الاعلامية وتعلق بالتطلع الروسي للاسواق السعودية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد او ببيع صفقات سلاح روسية الى السعودية وهذا موضوع اعتقد ان موسكو تراهن عليه مراهنة كبيرة طيب دكتور محمد يعني ماذا يمكن لهذا اللقاء ان يكون بداية او يعني ما يسميه محمد بلوط اليوم في السفير عودة السعودية للبوابة الروسية ولماذا هذه العودة السعودية لروسيا يعني هي هي ليست عودة وانما هي اعتقد انها توازن في العلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية اضافة الى انه في المنطقة بشكل عام هناك حسابات وتسويات السعودية لا تريد ان تخرج من يعني من هذه الجهود هي لعب رئيسي ولعب اقليمي مؤسر وتعلم جيدا ان روسيا من خلال دورها في سوريا ودورها عبر الشريك الايراني لها دور كبير في هذه التسوية ولا ننسى الاستقطاب الآن الدائر بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية واعتقد ان الدبلوماسية السعودية لن تضع كل البيض في سلة واحدة هي سلة الحليف الامريكي وانما هناك هامش من المناورة امام السياسات العربية سواء في الرياض او في القاهرة هامش من المناورة تجاه روسيا اعترافا اولا باهمية الدور الروسي وايضا اعترافا بامكانية يعني لعب دور في مواجهة الارهاب ايضا يعني حتى لا انسى زاوية مهمة في الموضوع هناك بعض التقديرات تشير الى التنصيق الروسي السعودي فيما يتعلق بانتاج النفض وسعر البترول لان كما نعلم اصعار البترول انخفضت بشكل واضح في الاسابيع الاخيرة وهناك جهود الان تدور في الكواليس بشأن خفض كميات الانتاج من المادة الخامة نعم دكتور يعني دانيا توقف عند الازمة السورية الاعتبار بان الازمة السورية كانت هي من اهم الملفات التي نوقشت هل يمكن اعتبار زيارة او هذا اللقاء هي بداية لتغير الموقف السعودي اذا ما يحدث في سوريا باعتبار ان الارهاب اصبح هو الاولوية ويأتي في المرتبة الثانية ايجاد حل الازمة السورية ولم يعد اسقاط النظام في سوريا هو الاولوية بالنسبة للمملكة لا اتفق معك تماما اعتقد انه ليس بداية التوجه وانما السياسة السعودية تغيرت بالفعل يعني دارس الاخوان في مصر ثم الوجه الارهابي التكفيري لداعش ثم الدولة الاسلامية دفع بكثير من الاطراف الخليجية لمراجعة حسابتها في المنطقة وسياستها تجاه الشأن السوري وبدأت تستشعر الخطر على الامن المنطقة وعلى امنها الوطني المباشر وبالتالي يعني يجب ان نربط كل هذه يعني التوجهات الخليجية السعودية او الاماراتية تجاه ضد الاخوان المسلمين وضد الدواعش وضد الدولة الاسلامية يعني اعتقد ان هناك التغيير قد تم بالفعل لم نعد نستمع الى الخطابات التي ادت الى خلط الاوراق والى بعصرة الاوراق وارباك الموقف في سوريا وفي الاراق هذه المواقف اعتقد انه تم تغييرها وهناك سياسات جديدة من ضمنها اللقاء الاخير او ربما يعني يدشنها او يباركها اللقاء الاخير بين الروسيا والسعودية طيب ابقى معي دكتور شومان ربما سنعاود الحديث واستمرار الحديث حول هذا الموضوع تحديدا ولكن اسمح لي ان ننتقل الى فقرة الى هذه الفقرة التي سنستعرض من خلالها ابرز عنوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة فاطمة قاسم نتابع مشاهدينا اهلا بكم في جولة على بعض ابرز عنوين الصحف العربية التي نبدأها بصحيفة الانوار التونسية غدا الانتخابات الرئاسية ما هي مواصفات الرئيس القادم في رأي التونسيين مكينة داعش تتحرك وتونسيون يلتحقون بتنظيم البغدادي داعش تتوسع ننتقل الى صحيفة الشرق الاوسط السعودية التي عنونت وزير الحرس السعودي سنتسلم قريبا طائرات توماهوك واباتشي متعب بن عبدالله بعد لقاء هاجل مكافحة داعش تستدعي قوات برية وعن تونس عنوانات تونسيون خارج يبدأون تصويت لاختيار رئيس من 22 متنافسا الاغنوشي للشرق الاوسط لم نعقد اتفاقات سرية مع اي مرشح وعنوان اخر عن اليمن تعيين قائد جديد لقوات الامن الخاصة بعد تمرد عناصره اليمن حزب صالح نحو الانقسام شمالا وجنوبا ننتقل الى لبنان وصحيفة السفير الفيصل ولفروف مجموعة عمل لمحاربة الارهاب عودة سعودية الى البوابة الروسية لماذا؟ اخترنا عنوانا اخر من السفير فيينا سباق زمني لاخراج التسوية مع ايران المفاوضات النووية تدخل ساعاتها الحرجة الى الخليج الاماراتية جاء في ابرز عنوينها الاحتلال يزعم افشال خطة لاغتيال لبرمن وتعلم استوطن الفلسطينيون يتحدون الحصار ويصلون في الاقصى احباط هجوم واسع لداعش على الرماد العراقية السعودية وروسيا مواجهة الارهاب وحل الازمة السورية السبسي يتهم النهضة والمرزوق بتخريب علاقات تونس الخارجية واخترنا ايضا عنوان الجيش المصري يحاصر التكفريين في وسط سيناء تظاهرات فاشلة للاخوان تحمل اعلام داعش اخترنا ايضا الوطن السورية موسكو تؤكد مواصلة دعم دمشق وطهران تدعو الى مواجهة التطرف وتركيا غاضبة من واشنطن الجعفري للوطن دول كثيرة تعمل لإعادة علاقاتها مع سوريا مدينة البعث وخان النبى صامدتان وحماية الشعب تتقدم في عين العرب الجيش يسيطر على نقاط جديدة في جبل الشاعر صحيفة جزائرية البلاد يكون قد تطرق لأزمة تركيا وبلدان الخريج مع بوتفليقة اردوغان يطلب وساطة الجزائر للمصالحة مع العرب ثلاثون مليارا خسائر انقرة بسبب أزماتها الدبلوماسية الأخيرة القضاء على ارهابيين بتيبازة ومحاصرة آخرين في خنشلة وتدمير كازمات في بومرداس تحركات عسكرية مكثفة للجيش الجزائري على الحدود التونسية عنوان عن تونس حرب استقطاب عشية أول رئاسية تونسية بعد الثورة نختم بالوسط البحرينية أبرز عنوان اليوم صندوق الاقتراع تحسم خريطة برلمان 2014 بهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا الآن عودة إلى آخر طبعة شكراً للزميلة فاطمة على هذا الرصل لأبرز عنوان الصحف الصادرة صباح هذا اليوم مشاهدينا فاصل سريع ونعود بعدها لمتابعة الحلقة أهلاً بكم مشاهدينا مجديد في هذه الحلقة من برنامج آخر طبعاً نرحب بضيف الحلقة لهذا اليوم عميد المعهد الدولي للأعلام والكاتف في صحيفة الحياة دكتور محمد شومان أهلاً بك من جديد دكتور محمد كنا نتحدث عن اللقاء الروسي السعودي هناك خطة لديمستورا لوقف القتال في حلب هناك مبادرة روسية وبالتوقف أمام المبادرة الروسية ماذا يمكن أن تتطلع روسيا من دور للمملكة العربية السعودية بعد هذا اللقاء لحل الأزمة السورية لا شك كما سبق وأن تحدثت معك في الفقرة الأولى أن هناك تغيير حقيقي حدث في السياسة السعودية تجاه الأزمة السورية نعم ولكن ما الدور المرتقب وبالتالي يمكن البناء على هذا التغير أولاً هناك مسألة مهمة وهي وقف الدعم الخليجي لكل الفصائل التكفيرية التي تخوض قتال وعمليات إرهابية في سوريا وفي العراق وأعتقد أن هذه الخطوة بدأت دول الخليج والسعودية فيها منذ فترة النقطة الثانية أنه يمكن للخليج والسعودية الضغط على أوروبا وأمريكا لتغيير سياستها تجاه الأزمة السورية أعتقد أن المحورين إذا تم العمل فيهم بجدية مع تحرك زكي ونشط من الأطراف الروسية وإيران أيضاً يمكن أن يتم إقناع النظام في سوريا بطرح مبادرات جديدة والخروج من الأزمة نحو حل ما يحقن الدماء ويوقف التدمير والقتال الدائر في سوريا والذي يعني عانى منه كل أبناء الشعب العربي في سوريا طيب دكتور بالتوقف أمام خطة ديمستورا تحديداً والتي تأتي بالتوازي مع الحديث عن مبادرة روسية لحل الأزمة السورية انطلاقاً من جنيف واحد يعني يبدو بأن هناك تطلع من قبل ديمستورا لدور مصري خصوصاً بعد اللقاء الذي جرى بينه وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري وتم إطلاع الوزير على آخر اللقاءات والتطورات فيما يتعلق بهذه الخطة ما الدور المصري الذي يمكن أن تقوم به مصر ولماذا هناك تطلع لدور مصري في هذه المرحلة بشأن الأزمة السورية يعني ربما يكون هناك تطلع لدور مصري في سوريا ولكن انشغالات السياسة المصرية الآن تتركز في الشأن الداخلي المصري إضافة للأوضاع الأقرب وهي الإرهاب في ليبيا وتأمين حدودها مع ليبيا ومع سوريا أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تدعى فيها مصر للعب أدوار في سوريا أو في العراق ولكن يبدو لي أن متخذ القرار في مصر يعني يؤسر أن يركز على الشأن الداخلي في مصر وكذلك على لعب أدوار في ليبيا لا شك أن هناك بيانات ومعلومات تتوالى عن أدوار مصرية في ليبيا ولكن حتى الآن الألام الرسمي والمسؤولين في مصر لا يعلنون عن تفاصيل هذا الدور ويؤكدون على أن كل المحاولات تتم دفاعا عن حدود مصر وعن الأمن القوم المصري تجاه ليبيا ولكن من داخل الحدود المصرية وهذا فيما أعتقد أمر يصعب تصديقه أعتقد أن هناك أدوار يعني زكية وتدخلات ناعمة لمصر في ليبيا وهذا حقها تجاه الجماعات الإرهابية التي تعمل على جانبي الحدود في مصر وفي ليبيا طيب هذا فيما يتعلق بليبيا ولكن هل أفهم منك أو ربما أنت تتوقع بأن مصر ستستمر في سياسة نائب نفس فيما يتعلق بالأزمة السورية أعتقد هذا سواء الأزمة السورية أو الأزمة العراقية وأنا شخصيا تقديري الشخصي أن هذا النائي قد يكون في الصالح الوطني المصري لأن هناك أولويات يجب أن يركز عليها صانع السياسة ومتخذ القرار في مصر أولويات أمنية وأولويات سياسية خاصة بمصر ودول القوار الملاصق لمصر لا يعني هذا أن مصر تنعزل عن الشأن العربي أو عن محطة العربي وإنما هي أولويات فقط لغير طيب دكتور ربما نتحدث أكثر عن الدور المصري على المستوى الإقليمي وأيضا ما يجري من تطورات سياسية وأمنية في الداخل المصر ولكن اسمح لي قبلها أن نستعرض أبرز عنوان الصحافة المصرية لهذا اليوم ونعود بعدها لاستيناف النقاش نتابع مشاهدينا مع زميل محمد سليمان السلام عليكم معركة الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة في سيناء والحرب على الإرهاب في محافظات مصر عنوان رئيسي لغالبية الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم ونبدأ من صحيفة الجمهورية وفيها قطع خطوط إمداد الإرهاب في سيناء أكبر حملة للجيش والشرطة في الجنوب ضبط تكفيريين وعربة مواد غزائية في الوسط السيسي وسيلفا كيريا شادان توقيع بروتكولات التعاون بين مصر وجنوب السودان وننتقل إلى صحيفة الأهرام وفيها الرئيس يبحث مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي في إيطاليا وفرنسا بعد غد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم المشاركة في مشروعات التنمية بمصر داعش يتبنى تفجير محافظة أربيل اكتشاف سر التعاويز الفرعونية للحب والنجاح أما صحيفة الوطن فقد عنوانت الإخوان والجبهة وداعش الرقصة الأخيرة أنصار الجماعة يواصلون حرق الأوتوبيسات وزرع القنابل ويرفعون علم داعش مصادر لقاء مرتقب بين السيسي وتميم في القاهرة مصر تفرض شروطا جديدة للمصلحة تسليم وصائق تخابر مرسي مع الدوحة ونقرأ في صحيفة المصر اليوم الإخوان في الطريق إلى داعش أعلام وهتافات لتنظيم الدولة في مسيرات الجماعة والأمن سنتعامل بمنتهى القوة الحكومة تكلف التعاون الدولي بالإعداد للمؤتمر الاقتصادي وننتقل إلى صحيفة الدستور وفيها انهيار التنظيم الدولي للإخوان مظاهرات الثامن والعشرين من نوفمبر مصرحية هزلية ورسالة يائسة لشباب الجماعة بعد تصدع التنظيم وزير الداخلية يطالب الشعب بالخروج للشوارى للتنزه ويؤكد تهديدات الإخوان دعائية وجبانة الرئيس يتابع ملف الأراضي المنهوبة ومحلب يؤكد حق الدولة لن يضيع أما صحيفة اليوم السابع فقد عنوانت آخر كلام ربعمائة وعشرون مقعدا فرديا بالبرلمان محلب لليوم السابع صدور قانون تقسيم الدوائر وشيك ونلتزم بالدستور في تغطية توزيع النسب للسكان وننظر لمقترحات القوى السياسية الترامدول يدخل بورصة توزيف الأموال بسهاج أما صحيفة الشروق فقد عنوانت مصر تحتشد لمواجهة فتنة رفع المصاحف ملف سد النهضة يصل الكونجرس الأمريكي اليوم يوم الجهاد ضد أعداء الدين والوطن عنوان رئيسي لصحيفة الوفد وفيها نقرأ الأظهر سينتصر بإذن الله في معركة استنقاذ الإسلام من عبس المتطرفين والتكفريين بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه الجولة لقراءة أهم عنوان الصحف المصرية شكرا لكم وعودة إلى البرنامج شكرا لزميل محمد سليمان على هذا الرصد لعناوان الصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم دكتور محمد واضح من عنوان الصحف المصرية بأن هناك اهتمام ببعدين رئيسيين الأول فيما يتعلق بموضوع مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب والبعد الآخر هو بعد أمني وبتوقف عند البعد السياسي هل تتوقع أن تجريه الانتخابات مجلس الشعب في النصف الأول من العام القادم كما صرح رئيس المصر عبد الفتاح السيسي أتوقع هذا هناك جهود حسيسة الآن نحو التسريع بالإجراءات التي تؤدي إلى تنظيم هذه الانتخابات ارتباطا بالمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في مارس القادم هناك رهانات كثيرة على هذا المؤتمر الاقتصادي لجذب استثمارات عربية وأجنبية وهذه الاستثمارات لن تأتي إلى مصر إلا بعد استكمال خارطة الطريق ووجود سلطة تشريعية منتخبة لذلك يمكن القول بأن هناك ترجحات بشأن إجراء هذه الانتخابات في المقابل هناك بعض المراقبين يشيرون إلى أنه احتمال أن تؤجل هذه الانتخابات إلى الخريف القادم خريف 2015 لكن في ظني وبحسب ما أعلنه الرئيس السيسي ونتيجة أيضا تقديرات خاصة بالمؤتمر الاقتصادي أتصور أن الانتخابات ستقرى في إبريل أو مايو القادم إن شاء الله طيب يبدو بأن هناك تحفظات من القوى السياسية على القانون الانتخابي في مصر وفي نفس الوقت هناك خشية من تأجيل الانتخابات إذا ما تم بحث موضوع تعديل هذا القانون الانتخابي ولكن لنفهم أكثر ما هي هذه التحفظات لدى القوى السياسية ومما تخشى من هذا القانون الانتخابي الحالي يعني عندما القول السياسية في مصر في الحقيقة منقسمة حول هذا القانون هناك فصيل من القوى السياسية يرفض من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية هذا القانون على أساس أنه يعود بمصر إلى الانتخابات بالدوائر الفردية بعد أن أجريت الانتخابات الأخيرة بعد صورة 25 يناير بنظام القائمة الآن هناك عودة إلى انتخابات بالطريقة الدوائر الفردية والفائز يكون 50% زائد واحد وأيضا فيما يتعلق بتقسيم الجمهورية إلى دوائر كبيرة تجرى فيها الانتخابات بطريقة القائمة ولكن قائمة أيضا ليست نسبية ولكن القائمة لا تفوز بـ 50% زائد واحدة لا تفوز بكل المقاعد هناك اتجاه عفوا دكتور ولكن عند هذه النقطة ماذا يغير من المشهد المصري السياسي يعني هذه الألية الانتخابية الجديدة وهذا التقسيم ماذا يغير من المشهد السياسي في الداخل المصري هو يعيد انتاج النظام الانتخابي المعمول به في عصر مبارك ويسمح بعودة الجماعات الأولى في المجتمع لتسايد المشهد السياسي والهيمنة على البرلمان بمعنى ان القائم الانتخابات وفق الدوائر وبالطريقة الفردية تؤدي إلى أولا دعم سلطة وسطوة المستقلين دعم وهيمنة رجال الأعمال والمال السياسي من يستطيع أن ينفق أكثر في دائرة ما سواء بشكل غير مشروع أو مشروع يستطيع أن يحصد أكبر قدر من الأصوات رقم ثلاثة يعيد هيمنة قبار الأسر والعوائل في الريف خاصة في الصعيد لأن الانتخابات في هذه المناطق تجربة بحسب التجناءات الجهوية أو الأسرية وهناك أسر تقليدية لها وزن ونفوذ في هذه المناطق إذن هناك كما أشرت من قبل بعض الأحزاب ترفض هذا القانون جملة وتفصيلة وتحاول العودة مرة جديدة إلى الانتخابات القائمة مع طرق نسبة للانتخابات الدورة الفردية هذه الأحزاب هي أقرب ما تكون إلى اليسار ويسار الوسط أغلبية الأحزاب على الجانب الآخر هذا هو الموقف الثاني توافق على القانون ولكن الخلاف يتركز في أمرين الأمر الأول تقسيم الدوائر والأمر الثاني يتعلق بإجراء الانتخابات بالقائمة على مستوى الجمهورية وهو أيضا أمر يتعلق بتقسيم الدوائر إذن أتصور أنه ستجري الآن محاولات للتفاوض لتعديل بعض الشروط ولكن لم يتم الأخذ بالتوجه الأول الخاص بتغيير قانون الانتخابات والعودة إلى الانتخابات بالقوائم سيتم من وجهة نظري وهذا هو ما يتم على الأرض الآن سيتم بعض التفاوضات وبعض التفاهمات بشأن تقسيم الدوائر وستجرى الانتخابات وفق القانون الخاص بالدورة الفردية وهو من وجهة نظري سيؤدي إلى برلمان تقليدي تسيطر عليه القوى التقليدية برلمان ربما لن يسمح بعودة الإخوان أو هيمنة الإخوان والسلفيين ولكن سيسمح بعودة أنصار النظام القديم بحكم ما يمتلكون في كل أحوال دكتور من المتوقع وعلاقات اجتماعية بحسب معلومات صحفية يتم تداولها بأن يكون هناك لقاء بين رئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقوى السياسية لمناقشة موضوع تعديل القانون الانتخابي ولكن بالحديث الآن عن الوضع الأمني في مصر ربما تجري الانتخابات في ظل وضع أمني حساس ودقيق في مصر إلى أي مدى فرض منطقة عازلة في شمال سيناء ساهم في تحقيق الهدف منه بمعنى الحد من العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري يعني أعتقد أن السؤال ربما يعني يصعب الإجابة عليه الآن لأن أولا المنطقة العازلة لم تتم حتى الآن الانتهاء منها في البداية كان هناك ترتيب إلى أن تكون المنطقة العازلة بعمق 500 متر يعني نصف كيلو تقريبا الآن نشر أنها ستكون بعمق كيلو متر ألف متر فإذا هناك العملية لم تتم أيضا هناك ماذال هناك مطاردات وملاحقات من القوات الجيش والقوات الخاصة قوات الشرطة المعرقة دائرة وأعتقد أن المعرقة ليست سهلة لأن القوات المصرية تجابه عدو خفي عنده قدرة على التحرك والاختباء وأيضا الطبيعة الوعرة لمناطق في سيناء مثل جبل الحلال بتجعل هناك صعوبة في حسم هذه المعرقة سريعا لا سيما وأن هناك دعم خارجي تطلقها الجماعات الإرهابية في سيناء خاصة بعد مبايعتهم للبغدادي وأعلنهم ما سمي بولاية سيناء وطبعا دي يمكن تحول ولكن أعتقد تحول دعائي وإعلامي أكثر منه تحول حقيقي في أرض الواقع هذا ما كنت أود السؤال عنه دكتور محمد توازن القوة يعني لا أي مدى فعلا رايات داعش السوداء بدأت تهدد مصر ومن الممكن أن يصل هذا التنظيم حقيقة لإعلان ولاية سيناء في مصر هو أعلن هذا الكلام أعلن أنه تحول إلى ولاية سيناء أعلن هذا الكلام منذ أسابيع ولكن هو كما أشرت هو مجرد جزء من حملة دعاية وعلاقات عامة تستهدف يعني الروح المعنوية للجنود المصريين وللشعب المصري لأن المعطيات على أرض الواقع في سيناء لا تسمح من الناحية الموضوعية بإنشاء ولاية أو إقليم تابع للبغدادي أو تابع للدولة الإسلامية حتى وإن كان هذا الكلام يعني إيه موجود على الشاشات التلفزيون أو الوسائل الإعلامي الجديدة لأننا كما نعلم الدواعش لديهم قدرات إعلامية ذكية وعندهم موجود على شبكة الانترنت نشط ومؤثر ويستخدمون تقنيات إعلامية حديثة آخرها مثلا التلاعب بالفيلم الخاص بمهاجمة نقطة حصينة للقوات المصرية إذن أعتقد الخلاصة حتى لا أطيل أننا بصدد حملة دعائية لها محورين المحور الأول إطلاق بيانات وصور وأفلام فيديو تتحدث عن دولة أو إقليم في سيناء أو ولاية سيناء ولاية إسلامية في سيناء وهذا غير صحيح لأن الواقع غير هذا المحور الثاني الحقيقة تنفزه جماعة الإخوان المسلمين برفع أعلام داعش في داخل القاهرة في بعض التظاهرات أمس رفعت بعض الأعلام ولكن يجب أن نشير إلى أنها تظاهرات محدودة وصغيرة وغير مؤسرة يعني من المهم أن نقول حاجة أن خطاب داعش خطاب داعش ليس له قبول اجتماعي وسياسي بين أغلبية المواطنين في مصر أو بين الجماهير المصرية طيب دكتور محمد ابقى معي سننتقل إلى فقرة اقرأ الحدث نستعرض فيها أبرز ما جاء في الصحف حول مصر وربما اللافت فيها حول المصالحة القطرية المصرية نتابع مشاهدينا الأخبار أسيسي يستقبل تميم قبل القمة العربية يبدو أن موافقة القاهرة على مبادرة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لاحتواء الخلافات بين مصر وقطر لم تأتي إلا بعد اجتماعات ومشاورات ومن المتوقع أن تجري ترجمة المبادرة إلى لقاء ثنائي يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد قبل القمة العربية المقررة في أذار مارس المقبل الموافقة من الرئاسة المصرية هي نتيجة لثلاثة أيام من العمل الدبلوماسي بين مسؤولين مصريين وخليجيين تحديدا من السعودية والكويت ووفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت للصحيفة فقد تضمن الاتفاق تغيير لغة الخطاب الإعلامي القطري إزاء مصر والاعتراف بشرعية النظام المصري وطرد من بقي من أعضاء الإخوان المسلمين في الدوحة أو إلزامهم الصمت مصادر دبلوماسية في القاهرة قالت للصحيفة إنه في حال الشعور بالاستجابة القطرية السريعة يعاد السفير المصري إلى الدوحة على الفور وعن مصير أعضاء الإخوان على الأراضي القطرية قالت المصادر إن الدوحة عرضت التوسط لإجراء مصالحة مع الجماعة في المرحلة المقبلة وذلك في إطار منفصل عن مصالحتها مع القاهرة لكنه خيار لا يزال المسؤولون يدرسونه لافتة إلى أن قادة مجلس التعاون الخالجي سيتابعون التزام الدوحة هذه المعطيات خلال القمة الخالجية المقردة خلال الأسابيع المقبلة لوماند بروجيردي التوصل إلى اتفاق نووي صعب لكنه ليس مستحيلا قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجيردي إن التوصل إلى اتفاق نووي ضمن النهلة المحددة هو أمر صعب جدا لكنه ليس مستحيلا وفي حوان مع الصحيفة أكد أن المحادثات الطويلة مع الأمريكيين خلقت مناخا أكثر إيجابية وأن إيران مستعدة لاتفاق نهائي منطقي كما رأى أن العقوبات لم تؤثر في إيران لا بل دفعتها إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها بروجيردي لفت إلى أن تهران دعمت العراق وسوريا في حربهما ضد الإرهاب خلال السنوات الأهيرة بينما كانت أمريكا وبعض حلفائها في أوروبا والمنطقة يرسلون السلاح والمقاتلين لداعش وأكد رفض إيران المشاركة في تحالف هدفه الاستعراض كذلك قال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني مد يده إلى السعودية منذ انتخابه لكن السعوديين لم يمسكوا بها دكتور شمان بالتوقف عند تقرير صحيفة الأخبار الذي تحدث عن شروط ربما مصر من أجل المصالحة مع تركيا ما تعليقك على هذه الشروط؟ وهل تخضع قطر لهذه الشروط المصرية في المجمل وتتخلى عن جماعة الأخوان المسلمين ومشروع جماعة الأخوان المسلمين في المنطقة بناء عليه؟ دعيني بداية أن أقول أنه سواء الطرف المصري أو القطري عندهم رغبة فعلية في أنهم يصلوا لتسوية ما بعبارة أخرى أنا شايف أن الطرفين تعبوا من هذا الصراع سواء الطرف المصري أو الطرف القطري وهناك ضغوط خليجية على قطر لتعديل سياساتها وأتصور أنه ستكون هناك استجابة قطرية ليس لوضع نهائي أو حل أو تسوية كاملة للعلاقات المصرية القطرية وإنما للتهدئة بداية أتصور أنه التهدئة هو الأمر الذي أراه واضحا وسيتم تحققه خالي الأسابيع ربما تسبق القمة العربية في مارس القادم هذه التهدئة لها أثباب كثيرة الأولها أنه بدأ الجانب المصري أيضا يلوح للدوحة بورقة أو بورقة معارضة قطرية تعمل من داخل القاهرة أيضا هناك ضغوطات دولية وأقليمية على قطر لتعديل هذا التوجه أيضا من جانب آخر أتصور أنه القطر ربما تتصور أنه تهدئتها مع مصر يسمح لها بلعب دور في عقد صفق التسوية بين الإخوان وبين الرئيس السيسي هذه الصفقة تقوم على السماح بعودة حزب الحرية والعدالة للعمل السياسي ومشرقته في الانتخابات الأخيرة واغلاق ملف جماعة الإخوان كجماعة ولكن هنا التوازن هل زكاء السياسة القطرية سيسمح لها بلعب هذا الدور المزدوج تهدئة مع النظام وفي الوقت نفسه استخدام هذه التهدئة والعلاقات التي ستعاد بين مصر والقطر لإجراء تسوية سياسية بين النظام المصري وبين جماعة الإخوان والسؤال هنا دكتور محمد ما مدى المرونة المصرية أيضا بعودة جماعات الإخوان المسلمين للمشهد السياسي عبر حزب العدالة والله ربما هذا يكون وارد في قادم الأيام لا يمكن استبعاد أي سيناريو لأنه أيضا الحكومة المصرية تعبت من الصراع مع الإخوان يعني هناك نزيف من الدم ونزيف من المعاناة كل يوم صحيح أنه مظاهرات الإخوان وتحرقتهم والعمليات الإرهابية محدودة ولكنها تمثل صداع أو نزيف يمكن التغلب عليه بإيجاد صيغة ما صيغة تفاهم بمجابها ينخرط كل عناصر الإخوان ممن لم يتورطوا في دم وممن لم يتورطوا في أعمال عنف ينخرطوا ضمن نظام السياسي وأعتقد أن هناك تلمحات وردت في بعض تصراحات الرئيس السيسي قبل سفره إلى الولايات المتحدة وخطابه في الشهير أمام المتحدة بشأن هذا الموضوع يعني هناك رهانات ممكن أن تلعب قطر فيها دور لكن يجب أن أتوقف وأقول أن في السياسة العربية دائما هناك مصالحات كثيرة وبسلحة ثم تنتهي هذه المصالحات إلى لا شيء يعني ما زلنا في مرحلة حرجة هل ستنجح التسوية؟ هل سيتم التهدئة بين الطرف المصري والطرف القطري؟ أم أنه كما هي الحال في السياسة العربية سينتهي الأمر إلى لا شيء وتستمر الخصوم؟ طيب دكتور بالتوازي مع ما يجري في مصر أو ربما السعي نحو مصالحة مصرية قطرية هناك أيضا تقارير إعلامية تتحدث عن مساعي تركيا لتحسين علاقاتها بدول الخليج من جهة وبمصر من جهة أخرى عبر وساطة جزائرية إلى أي مدى يمكن فعلا أن الجزائر تقوم بدور مصالحة بين مصر تحديدا وتركيا وأيضا ربما الخليج في الطرف الآخر أتمنى أن يتم ذلك لأنه من حسن شيء إيجابي أن تتم مصالحات وتهدئة في الإقليم لأنه يصب في مصلحة كل الدول العربية ومصلحة تركيا لكن أتصور أنه يعني زي ما قلت في بداية كلامي أن تركيا أو قطر أو مصر أو كل الأطراف العربية هذه المشحنات والصراعات داخل الإقليم أتعبت كل الأطراف سببت إجهادا لكل الأطراف من جهة ثانيا سمحت للجماعات التكفيرية بأن تعمل بنشاط وأن تتمدد داخل الإقليم مما يشكل تهديدات سواء لتركيا أو لدول الخليج أو لمصر إذن هناك أهمية لعقلنة الصراعات في الإقليم ترشيد هذه الصراعات في الإقليم هناك خسائر تعود على كل أطراف خاصة خسائر اقتصادية تعود على الطرف التركي والذي أصبح يعاني من مشكلات كثيرة سواء داخلية وأيضا يعاني من تهديدات انتعاش المسألة الكردية على حدوده الجنوبية سوريا أو الهراء طوال لكن هذا أيضا يجرنا على سؤال هل ستتم هذه المصالحة على حساب مشروع الأخوان المسلمين في المنطقة بمعنى كيفاء هذا المشروع أو انتهاء هذا المشروع يعني أعتقد أن هذا المشروع لن يختفي قريبا ولن يزول قريبا ولكن الإخواننا الناحية التاريخية تعودوا على مراحل من الكمون ومراحل من الصعود يعني دائما صدامهم مع عبد الناصر في الستينات لن يؤدي القضاء عليهم قضاء مبرما ولكن يعني عادوا إلى نوع من الكمون والانتشار التدريجي ثم استعادوا مرة ثانية قوتهم نفس السيناريو ممكن أن يطرح عليهم الآن بعد فشلهم في مصر وبعد الرفض الجماهيري الواسع الذي يعانينا منه الآن بعد 36 في مصر وبالتالي أتصور أنه درس التاريخ درس تاريخ الجماعة نفسها سيفرض عليها التوائم والبحث عن صياغ أخرى للتعايش والكمون ووقف عملية الصدام إلى مال نهاية يعني دائما الإخوان لديهم في أدبيتهم مرحلة مرحلة المحنة يصفون بها صداماتهم مع السلطة المختلفة سواء صدامهم مع العهد الملكي قبل صورة 23 يوليو 1952 أو صدامهم مع عبد الناصر أو صدامهم مع سداتهم دائما في دورة من الصدام ثم دورة من التعايش ثم دورة من الصعود الدورة الصعود الأخيرة التي وصلوا عليها بعد صورة 25 يناير كانت هي قمة ما وصلوا عليه من إنجاز ولكن هم يعني بعصروا هذا الإنجاز وفشلوا تماما في تحقيق سياسة رشيدة وفي الاستمرار في حكم مصر طيب دكتور محمد يعني إنكفاء مشروع أنا قصدي أنه فكرة أنه الدورات يعني وبالتالي هم ممكن يعودوا إلى دورة الكموش أو الانكفاء أو الانكفاء والتأقلم طيب دكتور يعني إنكفاء جماعة الأخوان المسلمين ومشروعها في مصر وربما إنكفاء حتى الأطراف داعمة لهذا المشروع أنا أتحدث الآن عن قطر وتركيا بهذا التراجع عن دعم مشروع الأخوان في المنطقة بشكل الذي شهدناه سابقا هذا يطرح السؤال ربما أو يجرنا لإسقاط لما يجري في تونس على سبيل المثال من الانتخابات أدت في نهاية المطاف إلى فوز خصم حركة النهضة أنا فقط الصوت هل تسمعني الآن دكتور محمد دكتور محمد دكتور محمد يبدو بأن هناك خلل في صوت في نهاية المطاف كنا نتحدث إذا ما كان سينجر سحب قطر لدعمها عن جماعة الأخوان المسلمين على المشروع ككل بما فيه مثلا انكفاء جماعة الأخوان المسلمين في تونس متمثلة في حركة النهضة كيف سينعكس ذلك أيضا على الانتخابات في تونس بالعودة إليك دكتور دكتور محمد هل تسمعني دكتور محمد نعم هل تسمعني بشكل واضح نعم أسمعت الآن بشكل واضح ولكن لم أستمع إلى السؤال الخاص بالانتخابات في تونس نعم كنت أقول دكتور هل يمكن قراءة يعني ربما انكفاء وتراجع مشروع جماعة الأخوان المسلمين في المنطقة وأسقاطها على ما يحدث في تونس على اعتبار بأن حركة النهضة لن نقول خسرت في الانتخابات ولكنها لم تعد هي متصدر المشهد في الانتخابات بل من فاز في الانتخابات التشريعية هم خصوم حركة النهضة المتمثلة في القوى الديمقراطية نعم وأتصور أنه يعني ما حدث في تونس هو صيغة أخرى من صيغ فشل الإخوان وعدم قدرتهم على إقناع الرأي العام بجدوى ومشروعهم ومشروعيتهم في إدارة البلاد بطريقة كفئة ما حدث في مصر أنه الجماهير حدث هناك حراق جماهيري دفع الجيش للتدخل ضد إخوان المسلمين أما في تونس فالحقيقة أنه مع التحرك ضد الإخوان وضد حزب النهضة جاء من خلال العمالة الانتخابية ومن خلال صناديق الاقتراع الآن فيما تعلق بالمعركة الرئاسية في تونس ألاحظ أنه حزب النهضة تراجع ولم يعدم بشكل واضح عن دعمه لأحد المرشحين الرئاسيين هناك طبعا تقديرات تشير إلى أنه قواعد النهضة تدعم من الرئيس المؤقد المرزوقي ولكن حتى الآن الأمر غير واضح هناك استقطاب في المرشحين بين القائد السبسي والمرزوقي وهناك سمت مرشح ينتمي إلى اليسار يحاول أن يثبت جدواه وحمل حمامي وكذلك يعني المعركة الانتخابية في تونس أأمل أن تتم في سلام وبعيد عن استخدام العنف ولكنها مؤشر جيد لإمكانية نجاح الربيع العربي في أن يحتس تحول ديمقراطي حقيقي في بلد عربي هي تونس الربيع العربي بدأ في تونس وربما وأتمنى أن ينجح أيضا في تونس لكن دكتور محمد يبدو بأن تونس هي النموذج الوحيد الذي يسير ربما بشكل سليم رغم بعض العثارات التي يعتبرها البعض طبيعية ولكن يسير نحو عملية التحول الديمقراطي بشكل سلس وأسهل من الدول الأخرى التي مرت بنفس المرحلة وعن التغيير ومرحلة ما يسمى بالربيع العربي لا تماما أتفق معك تماما وأتمنى هذا وأعتقد أن نجاح تونس سيثبت أولا أن الربيع العربي ليس مؤامرة ثانيا سيثبت أيضا أن الدول العربية والشعوب العربية جديرة بالديمقراطية وتستحق الدمقراطية وطبعا هناك أسباب كثيرة يمكن أن تفسر نجاح النموذج التونسي منها ضعف القبلية وضعف الطائفية وارتفاع مستوى التعليم يعني هناك أسباب كثيرة وضعف الجيش وعدم تدخل الجيش في السياسة التونسية منذ الحكبر برقبية يعني إذا هناك أسباب كثيرة تؤمن مثل هذا النجاح الذي أتمنى أن يحدث إن شاء الله طيب دكتور يعني لا يمكن أن نختم الحلقة دون أن نتحدث عن الانتخابات في البحرين على اعتبار بأن هذه الانتخابات تجري اليوم في ظلم مقاطعة المعارضة البحرينية كيف يمكن استقراء هذه المقاطعة في سياق الأزمة البحرينية بشكل عام التي لها ثلاث سنوات الآن بشكل سريع لو سمحت لا أنا معك تماماً الانتخابات كانت هناك رهان أن تجري هذه الانتخابات بحيث تأتي بحل ولكن يبدو أن هذه الانتخابات لن تأتي بأي حل طالما القوى المعارضة أو المعارضة مقاطعة لهذه الانتخابات من جهة وطالما أيضاً أنه يعني ما فيش توافق بين الأطراف الفاعلة على نتائج هذه الانتخابات وعلى العملية السياسية وبالتالي سيظل الاستقطاب هو الحاكم المؤسر أو هو العنصر المؤسر في السياسة البحرينية الانتخابات كل التقديرات تشير إلى أنه نسبة التصوير لن تتجاوز 30 أو 25% أيضاً يعني هنا تجريد من الانتخابات منظرها الرئيسي الانتخابات يجب أن تتم في مناخ من المصالحة الوطنية ويجب أن تتم وفق آليات مصالحة وطنية وتوافق على قواعد هذه الانتخابات لكن أن تجري العمل الانتخابية حتى لو استسمت بالشافة والنزائها بدون مشاركة أطراف فاعلة في المجتمع لا تؤدي في الحقيقة إلى حل سياسي ولا إلى تحول ديمقراطي ولا حل حلة للأزمة البحرينية نعم شكراً جزيلاً لك قد تزيد من هذه الأزمة في البحرين شكراً جزيلاً وآسف للإطالة نعم شرفتنا دكتور محمد شومان عميد المعهد الدولي للأعلام والكاتب في صحيفة الحياة في حلقة اليوم ومشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة